السلام عليكم جميعاً اللي ما يستمع الكلامي اليوم بيخسر الكثير والله بيخسر الكثير من الشباب أولاد وبنات وكبار سن هذا فطوري هذا فطوري بس ما أقدر آكل شي زيادة مع أربع حبوب لأني يوم كنت شباب آكل وقاعد جوعان أقسم باللهني جوعان بس ما أقدر آكل شوفوني محتمك البارح تعشيت الحمد لله زين قمت الصباح قست السكر مرتفع شوي ما أقدر آكل فطوري شاهي بدون سكر والله بدون سكر اللي حصل لهذا يحصل لأي واحد فيكم يا شباب فهمتوا اللي ما يتعظوا من الآن ويستمع لهالكلام بيندم فطوري شاهي بدون سكر وأنا جوعان وخير الله عندي بالبيت أنت يا شباب لما تقوم الصباح حلا في حلا في حلا وبس جالس بالضحى حلا بالظهر تلا تاكل وترقد بالعصر حلا بالليل حلا جسمك ما يتحمل ولا فيها أي حركة أنتم يا كبار سن أكل أكل وقاعدين بس تاكلوه من هالدوية مريض ما أقدر تحرك البرض جابه جلوسك وجلوسك شوارعنا كل شارع في أربع خمس صيدليات لأننا ما نتحرك ما نحرق شعب خامل روح لدول أوروبا ومريكا وهالدنيا تبحث عن صيدلية هي بيلك تطق مشوار بالسيارة ربع ساعة عشان تجد صيدلية ولا عيادة نحن كل شارع مليان صيدليات وعيادات لأننا نحن نتعودنا على الكسل فنحن شعب كسول بسنا بنجلس تقول جو حرح المولات المسكرة مكيفة هذا العثيم بالدمان ما رحتل للحين بس الله يجزاهم خير حطوا ممرات للمشات جميع المولات ألبس لك حذاء ماشي وأمش انت حاط من جدول حياتك الصلاة والدوام وعائلتك حط معاه المشي أو الحركة حطوه ليش لا تقول ما أبغى حط لك سيكل بالبيت تحركوا ربع الشعب الخليجي سكر هذا اللي يفحصه لو تمسك الناس اللي بالشوارع وضغط وكلسترول وجلطات شوف هيد دي عمليات قلب فتح قلب وضغط وسكر وكلسترول وبلاوي الدنيا لأني بس جالس طول عمري بالعمل أجالس ولا جيت البيت وقلت لا تعبان تحركوا وإلا المستقبل سيء لكم يا شباب ويا بنات أنتم عماد مستقبل دول الخليج حن الله أعطانا خيرات الدنيا نحن تجلس تجلس على الكرسي تنتظر إيش وش تنتظر من شخص عايش تحرك أخوكم عبد الرحمن العجيمي السعودية الدمام انشروا هالموضوع يستحق النشر وعلاقل لو في أحد بيستفيد منه رح تكسمون أجر إن شاء الله فيه أجر للجميع السلام عليكم